مع بدء فصل الربيع يحتفل العراق مع أكثر دول العالم العربي بيوم الأم تكريما للأمهات واعترافا بفضل الأم وتأثيرها في المجتمع كله واستذكر العراقيون الأمة العراقية وما لاقته وتلاقيه من معاناة تنؤ بحملها الجبال بين التهجير القسري أو النزوح فرارا من الحرب أو تسلط الميليشيات وبين فقد الزوج أو لابن قتلا أو خطفا أو اعتقالا تعسفيا فالأم العراقية بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق عانت وقاست تحديات وتحملت أعباء كبيرة وما زالت تتحمل فهي الأرملة والنازحة والمطلقة وهي بالرغم من كل ذلك تمارس دورها في صناعة الأجهال وتقدر مصادر الأمم المتحدة عدد الأرامل في العراق من حو ثلاثة ملايين امرأة يعانين التمييز والفقر والنزوح والهجرة القسرية وتؤكد أيضا مصادر منظمة الأممية أن أمهات المخطوفين والمغيبين قسرا وزوجاتهم في العراق التحقن بأعمال شاقة لتأمين لقمة العيش لأسرهن بعد فقدان المعيل وانعدام وجود دخل للأسرة ولا شك أن أشد معاناة للأم العراقية هي معاناة فقد لبن ولا أدل على ذلك من أمهات شهداء ثورة تشرين الذين خرجوا للمطالبة بالحق في الحرية والعدالة الاجتماعية ونبذ الطائفية فعادت جثتهم إلى أمهاتهم برصاص القوات الأمنية والميليشيات أمهات المغيبين قسرا في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وغيرها من محافظات العراق لا تقل عن ذلك فلا هن عرفن بقتل أبنائهن ولطمأنت قلوبهن ولو قليلا بوجودهم أحياء حتى لو كانوا ضمن أعداد المعتقلين يوم الأم ينضي إذن والأم العراقية تتجدد معاناتها وتتراكم عليها صعوبات الحياة وظلم الطبقة الحاكمة وميليشياتها التي تسلبها أرواح أبنائها أو مستقبلهم ترجمة نانسي قنقر موسيقى